يعقوب الصباري من أشهر المجبرين في المنطقة الداخلية ينحدر من عائلة اشتهر أغلب أفرادها من نساء ورجال بالتجبير منذ عقود طويلة علمت هذا من أهالينا عصر جدنا دار بليد القدر يعني دار بليد القدر وعنده ولد منكسر وقال الله يقبر كسرنا قال له السبب وتسببنا وصحق وبقى عادوا على هيئة ثالثة وحن أسرة أولاد أب واحد سبعة لحريم البنات ثلاث والبنين عربعة وكل اثنين نقبر يعني كل هذه المهنة ورثناها وتولا خلفناها على أولادنا والتجبير هو طريقة علاجية تقليدية يتم من خلالها إعادة العظام المكسورة لمكانها ومساعدتها على الالتئام والالتحام من خلال عملية بسيطة يقوم بها المجبر لإصلاح الكسر وهنا يستعين المجبر بأحد أبنائه ليقوم بالضغط على مكان الكسر لإعادة العظام لسابق عهدها ثم يقوم بوضع الجبيرة المصنوعة من مواد بسيطة مثل القطن وبياض البيض والطحين ومن ثم يربطها بإحكام هذا عاد مدة سبع أيام ويصح يوم يطلع منه الكبار يابس وحده هو صح لا الشمام توقله ولا الدقاغ النقران توقله ولا الخيار كل غيره لحم الدقاغ ماشي في الموال يعني مرباي في البلاد ما بو حديقة فهمنو؟ هذا كبار ما طبيعشو ما يصلح إذا قيل كسر مثلا في اليد هنا في الشوقاب كيف تقبل قبرة؟ في الشوقاب الشوقاب بسيطة في الشوقاب بسيطة فأقابل العظام هناك وسويلوا لزقة بها الكبار لزقة فهمتي؟ ونكفي سيجيل كده فهمتنا نربطها نتويلها رباط ومدة طويل قليل ومدلقها سبع أيام وانفلت لها في صح لكن هنا أضعف هذه أضعف هذا الداخل نسوي له من الداخل كبارنا وخلي كلها ويكبر